تسعى ميليشي الحوثي الارهابية لاستغلال حالة الفقر وتمارس التجهيلة في المناطق القبلية وتحاول تعميق الانقسامات الطائفية والمناطقية وبالتالي السيطرة على عقول الاطفال والشباب ومن ثم الدفع بهم الى جبهات المعارك وتحويلهم الى وقود الاشعال الصراعات في المناطق التي خسرتها الهدف الحقيقي للحرب التي تقودها الميليشي الحوثية هو تمزيق النسيج الاجتماعي ويطالة امد الحرب لاستمرار بقائهم في السلطة والحكم تحت لافتات دينية وطائفية ما خلق حالة من الانقسام داخل الاسرة الواحدة المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية حذر من ان استمرار الممارسات الحوثية في تعميق الانقسامات الطائفية والمناطقية يخاطر باضعاف التماسك الوطني لليمنيين وبالتالي يمثل تهديدا اساسيا لمستقبل اليمن كدولة موحدة وفاعلة المجلس اشار الى ان ميليشي الحوثي عملت بنشاط على فرض طقوس وشعارات مستوردة من الشيعة الاثنى عشرية الايرانية وفرضها بالقوة على المواطنين اليمنيين في المناطق الخاضعة لهم الطقوس الطائفية والاحتفالات بها توسعت بشكل كبير منذ سيطرتهم السياسية على العاصمة صنعاء والمناطق الاكثر اكتظاظا بالسكان ولم تكتفي بذلك بل عملت على التغيرات في المناهج الدراسية وادخال المخيمات الصيفية التربوية ظاهريا لاغراض تعليمية دينية هي الالية الرئيسية التي استخدمها الحوثيون لتجنيد المتطوعين في قواتهم المسلحة بما في ذلك العديد ممن هم دون سن الثمانية عشر عاما اشتركوا في القناة